طيب خليني برضا أقول لحضراتكم أنه الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن طاقم الحكام لمباراة غدا ما بين النادي الأهلي ونادي أمبي زي ما قلت لحضراتكم الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 هذه المباراة سوف تلعف أستاذ القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة حكما للساحة كابتن طارق مجدي حكم مساعد أول كابتن أحمد توفيق طلب حكم مساعد ثاني كابتن محمد محمود لطفي حكم رابع كابتن عاطف حسين حكما للفار كابتن محمود بسيوني حكم فار مساعد كابتن سيد شعبان يعني بدأنا نشوف أسماء جديدة في هذه المباراة مرة تانية كابتن طارق مجدي واحد من الحكام الجيدين نتمنى أن تكون مباراة جيدة وزي ما قلت دايما وزي ما دايما بقول لحضراتكم احنا مش عايزين نعمل مشاكل مع الحكام مش عايزين نوجع دماغنا مع الحكام احنا مش عايزين أي حاجة تخص الحكام احنا كل اللي عايزينه أن الحكام تطبق العدالة على كل الأندية على الثمانتاشر نادي عندك أهلي زمالك إسماعيلي مصري اتحاد بلدية المحلة ستة أندية شعبية وبقية الأندية زي ما حضراتكم عارفين هي أندية شركات وأندية استثمارية وبالتالي النهاردة كلنا عايزين نقف في ظهر حكامنا ونشوف اللي هيحصل خلال الفترة القادمة لأنه كده البشاير في الملعب برا الملعب الرجل ابتدى يشتغل كويس بريرة ولكن في الملعب حتى الآن لم نشاهد أي تقدم نفس الأخطاء مفيش مصطرة حتى الأخطاء لو لها مصطرة مفيش مشكلة ولكن للأسف الشديد مصطرة الأخطاء غير واحدة أو مش موحدة وده هيودينا لسكك أخرى وزي ما حضراتكم شفتم موضوع ليفر بول عمال يكبر في مباراته الأخيرة وهدف دياز لعب نادي ليفر بول اللي عمله محمد صلاح وأنه هو هدف صحيح 100% النهاردة في إحدى الصحف الإنجليزية وضعوا الفيديو بتاع الحكم أو كلام محادثة الفار ما بين الحكم الساحة وحكم الفار في ضيحة الحقيقة برضو فالحكام بتخطئ الحكام بتخطئ ولكن في النهاية يجب حتى أن يكون حتى في الأخطاء يجب أن تكون المسطرة وحدة دي وجهة نظري في هذا الأمر